هل تتخيل أنك تحصل أداة قوي من جهاز بحجم كف اليد وبسعر الأقل في السوق؟ إذا تفكر ترقي جهازك الحالي أو تشتري جهاز كمبيوتر مكتبي تابع الفيديو للآخر وبتعرف كل التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شحالكم يا إخواني أتمنىكم صحة وعافية اليوم أراجع وإياكم جهاز يديد من شركة أبل ماك ميني بمعالج M4 خلونا نبتدي بالتصميم نزل ماك ميني بمعالج M4 بتصميم يديد هذا التصميم شبيه بتصميم ماك استوديو ولكن بحجم صغير وكمقارنة مع ماك ميني النسخة السابقة شوفوا فرق الحجم وبعد صار تغيير في المنافذ هذا الفرق في الحجم بين ماك ميني النسخة السابقة و النسخة اليديدة يعني هذا الجهاز بالحجم هذا تقدر تحطه في المكتب وما عندك أي مشكلة رح يعطيك مساحة كبيرة ولكن مو بس الحجم اللي تغير في ماك ميني الحين منافذ تغيرت جدام عدنا منفذين تايب سي و عدنا منفذ حق السماعة في الجهة الخلفية عدنا ثلاثة منافذ تندر بورت إذا كانت النسخة الأساسية رح يكون تندر بورت 4 و إذا نسخت البرو رح تكون تندر بورت 5 مع منفذ HDMI و منفذ لشبكة الانترنت Ethernet و مع منفذ الطاقة أو الكهرباء و طبعا زر التشغيل موجود تحت الجهاز البعض كبر الموضوع أن ليش أبل حطت زر التشغيل تحت لكن صراحة الكمبيوتر المكتبي تشغله مرة و عادي يعني كل فترة تسوي هاي الحركة و معظم الوقت تخليه على وضع sleep mode بعد ما تكلمنا عن تصميم ماك ميني خلونا نتكلم عن المعالج M4 و أداء الماك ميني أبل ابتدت مشروعها أبل سيليكون بمعالج M1 و حققت هذه المعالجات قفزات كبيرة في الأداء وأنا شخصيا جهازي الأساسي ماك بوك برو بمعالج M1 برو واستخدمها من ثلاث سنوات ولا غيرته و ما زال يعطيني شغل و أداء ممتاز لكن معظم شغلي على ماك بوك هذا وهو على المكتب إلا إذا سافرت و خذت وياك و قررت أني أشتري ماك ميني بمعالج M4 خصوصا أن شكله تغير و أداء خرافي على موقع Geekbench اختبار CPU للنواة الوحدة حقق ماك ميني بمعالج M4 Pro 3851 و اختبار الأنوية المتعددة حقق 20,677 و علشان أشوف قدرات M4 Pro قررت أني أسوي نفس الاختبارات على جهازي ماك بوك برو بمعالج M1 برو وأشوف الفرق من M1 برو إلى M4 برو وهذه نتائج ماك بوك برو بمعالج M1 برو اختبار CPU للنواة الوحدة M1 برو حقق 2369 و اختبار الأنوية المتعددة حقق 11,996 يعني نتيجة اختبار CPU M4 برو تفوق على M1 برو تقريبا ب61% في النواة الوحدة والأنوية المتعددة تفوق على M1 برو تقريبا 72% و في اختبار معالج الرسوميات GPU M4 برو حقق 60,525 و M1 برو حقق 42,190 يعني M4 برو تفوق تقريبا ب43% طبعا هذه الاختبارات انا سويتها على ماك مني بمعالج M4 برو لكن خلني اخبرك ان هذا الجهاز نزل بمعالجين M4 اللي هو النسخة الاساسية و M4 برو والنسخة الاساسية M4 تبتدي 10 انوية CPU 10 انوية GPU 16 نواة للذاكرة الموحدة و 256 جيجا للذاكرة الداخلية وهذا سعره 2499 درهم امارات يعني اذا ناوي تاخذ كمبيوتر مكتبي صدقني هذا الجهاز ماك مني بالنسخة الاساسية اللي هي M4 والمواصفات اللي ذكرتها يعتبر صفقة ممتازة سواء كان للدراسة للشغل وحتى حق المونتاج يعني التصميم والمونتاج باستخدام تطبيقات لها بريمير برو او باستخدام تطبيقات المونتاج الثانية ولكن عيب الوحيد اذا بتاخذ للتصميم بتحتاج مساحة اكبر و256 جيجا ما راح تكفي يعني ممكن تاخذ مساحة خارجية او ممكن ترقي الجهاز الى مساحة اكبر وعلى الاقل 512 جيجا وبعد اني اتكلم عن اداء ماك مني واللي لاحظت على اجهزة ابل ان اداءها ممتاز واستنزاف للطاقة او الكهرباء بعد ممتاز وبعد اللي لاحظت انك ما راح تسمع المراوح الا فترات بسيطة والمميز في تصميم ماك مني ليديد انه مثل ماك سوديو المروحة والفتحات هذه هي فتحات للتهوية يعني يدخل الهوى البارد من الفتحات هذه ويطلع الهوى الساخن وبالتالي ما راح تحس بسخونة الجهاز الا بشكل بسيط والمميز واللي تم تطويره في نسخة ماك مني HDMI يدعم هذا الجهاز ثلاث شاشات سواء كانت 4K 6K ولا 8K طبعا اذا تبغي 8K راح يدعم لك شاشتين اما 4K و 6K راح يدعم لك ثلاث شاشات وهذه الجودة ممتازة حق اصحاب التصميم والمونتاج راح يشوفون الوان ويشوفون هذه الجودة اللي تقدمها هذه الشاشات عن طريق هذا الجهاز خبروني برايكم عن ماك مني بتصميمه اليديد وبقدراته بمعالج M4 و M4 Pro هل تفكرون تشترون هذا الجهاز خبروني برايكم في التعليقات اسفل الفيديو انا اخوكم محمد كنت وياكم في هذا الفيديو مراجعة لجهاز ماك مني بمعالج M4 لا تنسوا الاشتراك في القناة عشان ما يفوتكم الفيديو القادم بإذن الله اخليكم بحفظ الرحمن ويا مرحب السلام ترجمة نانسي قنقر